طيب خلينا نكلم عن أشكال وأنواع السبقات بقى للدرجات هي بتبقى عاملة إزاي؟ إيه الصعب فيها؟ اللي سهل فيها؟ إحنا في مصر وصلين لإيه؟ بالنسبة أنواع الدرجات حوالي على اللي بيمرسوا كرياضة فيها مسابقات على مستوى الاتحادي الدولي فيه أول حاجة وأشهرهم اللي هي سبقات الطريق اللي بتتلعب على الطريق فيه سبقات التراك اللي هو المدمار بتاع الدرجات فيه سبقات الدرجة الجبلية فيه سبقات البي ام اكس فيه سبقات السايكل كروس فيه سبقات السايكلينج هول دي أشهر سبقات الاتحاد الدولي والاتحادات المحلية بتشتغل عليها وفيها منافسات طبعا تعتبر رياضة الدرجات يعني ترتبها التالت في نسبة الخطورة في الرياضات بعد السيارات وبعد الموتسيكلات بتيجي بعدها الدرجات في نسبة الخطورة بتاعتها طبعا هي رياضة شيقة وممتعة جدا برا بيعملولها مدارس من كدز من اربع سنين ومن خمس سنين لغاية بقى زي ما حدك قلت في اوروبا بيوصلوا لاخر العمر يعني فيه ناس عندهم تسعين سنة واكتر بيمارسوا رياضة الدرجات ابتدى فعلا احنا في مصر ابتدنا نشتغل على دوت الاتحاد مصر الدرجات ابتدى يعمل نشتغل يعني اي شكل من الاشكال دي احنا بيبقالينا فيه بطولات ولا شكل قلمتي بس لا واحنا عندنا سباقات الطريق بنشارك فيها وعندنا سباقات التراك ودي اللي احنا الحمد لله محققين فيها متصدرين الافريقيا والعرب وابتدى يبقى لنا ترتيب على مستوى العالم من ضمن في البنات طبعا لان البنات شطرين او في الرياضة دي ترتبنا من ضمن احسن عشر دول على العالم في الولاد ترتبنا حوالي العشرين على العالم فكل ده ساعدنا في الرانكينج الدولي ان احنا نتقدم في سباقات التراك لان طبعا عندنا احنا دلوقت في مصر تراك على مستوى عالمي ده ساعدنا كتير وخلانا نتقدم في رياضة الدراجات تخصص تراك لازيز عوي شكل التراك معنا على سكرين دلوقت بنعرضه لحضراتكم شكله حلوى قوي شايفين المرحضرات اللي فيه دي كمان اعتقد بتخلي السباق اكتر حدة يعني وزي ما حالك قلت يمكن شايفين البنات في مصر متقدمين في هذه اللعبة البنات من ضمن احسن عشرة من احسن احنا مصر من احسن عشر دول في العالم في سباق الدرجات ترجمة نانسي قنقر